السلام عليكم والإخوان تمنى تكونوا بألف خير وعافية في قناتكم بداية رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير نزول تحديث جديد يخص أجهزة الإيكولينك بمختلف أنواعها في هذا الفيديو نزول تحديث جديد يخص أجهزة إيكولينك زين فعلى بركة الله فعندما من يمتلك هذا النوع من الأجهزة فعندما سيقوم بتشغيل الجهاز ويكون معتبط بالأنترنت ستصله هذه الرسالة New Software Version Detected ما عليه إلا القيام بعملية التحديد نضغط وننتظر انتهاء العملية سنعود معكم بعد اكتمال عملية التحديد بإذن الله إذن بعد اكتمال عملية التحديد الحمد لله بنجاح الجهاز يقوم بإعادة التشغيل من تلقاء نفسه سوف ننتظر بدء عملية التشغيل إذن الجهاز يتم أو يشتغل من جديد سنذهب الآن إلى التأكد من هذا الإصدار الجديد يجب أن يكون الجهاز معتبط بشبكة الانترنت نذهب هنا إلى تطبيقات الشبكة وندهب إلى Update نضغط هنا لاحظ النسخة رقم 1.26 بتاريخ 17 3 2024 وتقول الشركة بأن هذا التحديد هو إصلاح وتحديد للسيرفر وأيضا إصلاح تحديد مشكل اليوتيوب في نسخة القديمة 1.25 فكان من يمتلك هذا الجهاز أو هذه الأجهزة يشترك من عدم تشغيل تطبيق اليوتيوب لذلك سوف ندخل إلى إعدادات سيرفر الأبول لنرى هل تم هناك أي تغيير في السيرفر لاحظوا على أن السيرفر لم يتغير ما زال يحتفظ برقمه أبولو 143 في انتظار نزول التحديد القادم المهم جدا الذي سيكون إجباريا وسيحمل رقم 144 ونذكركم مرة أخرى بأنه بعد كل تحديد يجب القيام بهذه الخطوة الهامة وهو إعادة ضبط المصنع عبر الدهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى Valor Pardifu أو Resit وبعد ذلك نضغط على هذه الأيقونة ثم ندخل أربعة أصفار ثم بعد ذلك سنقوم بضغط على To أو All على حسب لغة الجهاز وبعد ذلك سوف يقوم الجهاز بالفرماط بشكل تلقائي لماذا؟ لتفادي مشاكل السابقة في التحديد السابق والاستفادة بكل من كل مزايا التحديد الحالي أرجو أن أكون قد أفدتكم والسلام عليكم أحمد الله وبركاته